بسم الله الرحمن الرحيم في فيديو سابق تكلمت عن حل مشكلة ضعف الشبكة بعد التحديث الأخير لنظام IOS 40 وفي ناس كثيرا تواصلوا معي وقالوا كيف نحدث الشبكة أو أنه ما ظهر لهم التحديث هذا طبعا بشكل عام لو حبيت أنك تتحدث الشبكة أول شيء تعطي لك لهذا الفيديو بعدين تدخل على الإعدادات وبعدين تروح إلى عام وبعدين تدخل على حول المفروض أنه وقتها يوصلك التحديث لكن في ناس كثير ما ونصلهم أنا بالنسبة لي اللي أنا عملتها ولا أنصح حد يعمله أنا دائما إذا نزل استر جديد أعمل فورمات للجهاز بشكل كامل وأرجع المعلومات من البكة فوقتها أذكر أنه ظهر لي التحديث لكن هذا ما هو بالحل اللي أنا أنصح كل واحد يسويه فالناس اللي على الإصدار هذا 43.7.1 ما عندهم مشكلة في الشبكة أيضا من ضمن الردود على الفيديو السابق وضعت أن المشكلة أكثر في الناس اللي معهم الآيفون 10S فاليوم راح أطرح لهم حل راح يكون مناسب لهم وأتوقع هذا راح يكون مناسب لكل الناس اللي عنهم من ضعف الشبكة كل عليك أنك تروح للإعدادات وبعدين تروح إلى خلوي وبعدين راح يظهر عندك شريحتين الآن فالآن كل عليك أنك تدخل على كل شريحة منهم لو كان عندك شريحتين أو حتى لو شريحة واحدة تدخل على الشريحة وبعدين تدخل على اختيار الشبكة وتتأكد أنك أنت معطل الخيار التلقائي يعني تأكد أنه ما في عليه اللون الأخضر هذا وتثبت الشبكة على الشركة اللي أنت متعامل معها فأنا عندي SDC ثبتت الشبكة على SDC أتوقع أنه هذا راح يحلك المشكلة مؤقتا حتى تحدث شركات الاتصالات شبكتها بما يتناسب مع التحديد الجديد لأما أنا من يعرف المشكلة هل هي من نظام iOS 14 أو من شركات الاتصالات لكن أتوقع أن المشكلة من شركات الاتصالات لأنه في واحد تواصل معاي على سناب وقالي خصوصا في المنطقة الشرقية في عندهم مشكلة وأنه راح يتم حلها قريبا في المنطقة الشرقية هذا اللي حبيت وضحها أتمنى يكون الحل أنه تعطل الخيار التلقائي للشبكة يحل مشكلتك وإن شاء الله أنك ما تعالوا من هذه المشكلة واشتركوا بالقناة لو حبيتوا أنكم تعرفون تحديثات أكثر عن هذه المشكلة أو لو أصدرت قبل تحديث يحلها أو لو شركات الاتصالات أصدرت تعديث يحلها رأيكم يهمني في الأسفل أنكم تكتبونه وش الجهاز اللي انتم تعانون من المنضوع في الشبكة هل هو مثلا الآيفون 11 هل هو الآيفون 10 ولا أكثر الناس اللي لاحظتموا يتكلمون عن الآيفون 10S رأيكم يهمني هل تعانون من هذه المشكلة وش موديل الجهاز اللي انتم تستخدمونه يعطيكم العافية ونشوفكم إن شاء الله مع فيديو قادم اشتركوا في القناة